موسيقى ناخد مقادير حلوة الاناناس والموز عنا علبتين اناناس نيولاند تمن حبات موز مقطع شرائح عصير نصليمونة معلقة كبيرة فانيلا ثلاث باكتات بسكوت ورشة فستق حلبي للتزيين وكوبين كريمة مخفوئة تمام هلا خلينا المي عشان نشرب فيها البسكوت نقطع الاناناس لقطع متوسطة الحجم يعني مو كتير صغيرة ومو كتير كبيرة تمام مين المي عشان نقطع الموز بالموز نحنا استعملنا الاناناس كمان من نيولاند اه طبعا ريحته كتير بتشاهي ومبين انه طازة يعني زي الطازة ريحته كتير حلوة هلا الموز انا بمسحه من برا عشان بتعرفين من الخضر جي ومن الهاد اكيد يعني انا بصراحة بخسله كمان يعني بشتفه اه عشان اضمن انه كيضل تكوني نظيف اهه اديه بغلبك بنتا اذا بتعطيني بس صحن زي هذا صحن من هون اوكي اغلبك تعطي للتزارع لو صمحت صحن زي find صحن هزاز اي صحن اوكي ضادني ممتازة ونحن عندما نغسل الموز هكي منقدر نمسكه براحة ما منحتلة انه يكون في عليه اي اشي واس chauff داعما كترة الاهتمام وعناية مش غلط اكييد طبعا تخلينا ندير بالنا على صحتنا هاي الموزات بس لمؤديك لمؤديك نبقى تحلى الموزات نبلش يعمل الوصفة اوكي طبعا إيمان كمان ده أصبح على صديقات قناة رؤية اللي دائماً بتابعونا ودائماً في عندهم وصفات بعملوها كتير زاكية دائماً يعني أنا بفتح الفيسبوك عشان أعد أتشحها وبعدين بنام لا والله بيجربوا وصفاتنا وبيبعتوا لنا ياهم وكلهم نشاطين مشاهدين نشاطين كتير هلا بنحط الفانيلا جزء منها على الموز وجزء منها على مرأة الأنناص حالو تمام عشان تعطينا الطائم وأهم الشيء على الموز اللمون لأنه اللمون بيعزله وبيخليه وحطي عراحتك يعني عشان ما يسود بيعزله عن الهوى وبيخليه لونه حلو ليه حكيت يحطي عراحتك عادي يعني لأنه بزكي وانت كل شيء عندك حلو هون آه تبعنا شوفية ستة نجيب البسكوت منغطه بدي أقرب لهاي عشان نكون شيء كتير بعيد عني منقيمها منغط البسكوت بالعصير وليس كبير اننياص اللي فيه اننياص و و وفنيلا لا بتطاولي عليها بتحطيها لا لا لك اننياص رح ينزل الماء والموز رح ينزل فتبتخبص كتير بعدين عا غطة خفيفة هيك زي ما انتي شايفة كمشة الاناس مبينة وتبين على الجناب ليه عشان حلو منظرها لما تيجي طبقات بعدين الموز هاي الصغار والكبار يعني بيحبوها وبيأكلوها ومش دسمة عرفتك يا خفيفة ايه نرجع نعيد بالبسكوت نحنا جبنا بسكوت حلو في منو بيجي دائري في منو بيجي مربع زي ما بدها ستلبيت شو البسكوت اللي هي بتتفضله ما في مشكلة خدي راحتك نجوة يا بابا صباح الخير بصبح عليك وصيف بصبح علينا وصبح عليك بقولك هاي الوصف كتير بيحبها خصوصا نجاج المشوي اما دائما بتعملها هاي اللجاجة الحلو فيها انو حتى الشباب يعني الشباب بفوتوا على سوبر ماركت بيشتروا الأغراض من نيولاند بروح بحطهم بحط الجاجة بالفرن خلاص اه بسرع بسرع حتى لو شب بديو عملها بالبيت ما في مشكلة صح رينيت بصبح عليك ورولا وداود واسامة بقولولك سلموا اداكي قصاد صباحكم صحر منصبح عليك وميمو وعبير وربا كلنا منصبح عليكم منقولكم شكراً على قصاد صباحكم ان شاء الله يومكم هيك يومكم حلو زي الحلو تبعنا منور بده تسأل عن سوس الباربيكيو اذا في منه حار في منه حار وفي منه مدخن وفي منه أشكال كتير هي شو بتحب هي شورا غبتها بتشتري بتعمل الجاجة زي ما هي بتحب حتى كمان كتير بيطلع ذاكي اذا بتخلط تخلط نوعين باربيكيو مثلا حار مع مدخن بيطلع كتير كتير ذاكي موجود بالسوبر ماركت يعني تشكيلة كتير وصيعة من يولاد تقدر تروح تنقل بدهية داليا عواد شكراً بمتابعتك رائلنا في ساعة صباحك يا داليا ان شاء الله عجبتك الحلو تبعنا زاكي الجود بتقولك حلوة فكرة التفاحة بتقولك بس ليش احنا لما نعمل الجاج بالفرن ما بيكون الطعم الاشياء والبهرات والواصلة لجوة الجاج بس بيكون على الطبقة الورانية لانها لازم ينقعوها يعني انا بنصح ينقعوها قبل بيوم قبل بيوم يحطوها بالبهرات ويحطوها بكل اشي والسوس وبعدين يشووها تانيوم او على قليل اربع ساعات تنتقع بالتلاج البرودة بتخلي البهرات والصوت يدخل لجوة بس لما يخلطوها مرة واحدة وضغري يخبزوها ما رح الطعم يكون زي لما تنتقع ساعات طويلة شايف احنا منظرها؟ اه هلا هذا البسكوت كله بتشتج ما بيعود يضل هذي اكيد اه بسهولة بتن سعاد صباح الرواق نبيل عماري شكرا لك ويساعد صباحك نبيل هلا نحط الاناس كله نيح الكترنا الانانسات على القد يجو نحط الموز نحاول ما نطلع كل السوس عشان فيه لمون ها هي كمان الوصفة يعني اذا جايكي ناص بقل من ساعة تكون اكيد اعب نجاهزة بسرعة كل ساعة تكون جاهزة هلا نحط الكريمة على الوجه هاي الكريمة مخفوة هاي الكريمة مخفوة كريمة سائلة بنخفوها على ايدنا بنخفوها بالخفاقة كما بدنا كريمة سائلة فش اسأل منها يعني بس تعملي هيك ويصير الكريمة جاهزة موجودة برضو بالأسواق نحطها على الوجه هي اللي بتزكي طبعا هي أساس فيه ناس بحبوا يحطوا طبقة جوا بين الطبقات نضع شوية دسمة بس بتزكي كمان مش غلط عنها شاهد عاملة جاجة برضو صارت ان глجاجاتنا اي عملت جاجات أنا نجدها ونحط الكريمة على الوجه كل تشكل الكريمة حلو زي الثلج أنا أقول لك بالفاصل إنه تأكد إنها كريمة شوفي ما أحلى منظرها سوساً منصبح عليك ونور ومحمود ومريم سرطاوي الصباح الخير يسعد صباحكم بنتة كمان هاي زاكية كتير إذا بتنعمل بالكسات مثلاً عندكم كسات تشلو حلوية عندكم كسات بوزة بتعمليها وكل واحد إلو كاستو منفصلة عن الباقي أو بتقدر تعمل هيك هلما نزينها بفستق حلبي ممكن نزينيها نزينها بفستق حلبي ممكن نزينها بجوز ممكن نزينها نحن إيش منحب نحط شوية كسر بسكوت مثلاً بيزكي كمان على الوجه شو رأيك؟ احنا مش قادرة أقاوم بتساكتي بتعمل المنظر حلو كتير تمام هيك يا ستة صار الحلو تبعنا جاهز وفيش أسهل منه وفيش أسكى منه بتزد بتزد